مساء الخير أراد موج البحر أن يصل إلى أسواق صورة قديمة فاستعان بقلوب المحبين الأصيلين استعار قبضات الرجال وأحلام الأطفال وامتد حتى بلغ الموج الحناجر البارحة قالت حركة أمل كلمتها قالتها للعدو قبل الصديق إن زرع الصدر أخضر وإن مشروع الإمام باق فيه خلاص للبنان وفيه مساحة للعيش الكريم قالها دولة الرئيس بالأمس عندما تقف الأحزاب والجماعات وحديثوا النعمة في السياسة أمام شبابيك الشهادات حركة أمل هي من توزع شهادات الوطنية والمقاومة كالغيث الوفير على أرض اشتاقت لحضورهم شباناً وشيوخاً أطفالاً وعجائزة امتدوا فوق شاطئ صورة البهي حتى اتصل اليوم بالبارحة واتصل التاريخ بالغدي البارحة وبرغم الحضور الكثيف للشخصيات والوجوه والرجال إنما كان موسى هو الحاضر الأكبر وصوت الرئيس الأمين المؤتمن يرسم خطوط الوطن ويمنح المهلة ويطلق المواقف التي تحفظ الأوطان وتعيد للبلاد الأمل بعودة الحقوق يسعدني اليوم أن أستضيف الكاتب السياسي الأستاذ حسن الدور للحديث عن مشهد الاحتفال الجمهري الحاشد وما يحمل من مدلولات وللقراءة فيما بين سطور الخطاب الفصل للرئيس نبيه بري الذي ألقاه في الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه أهلا بكم أستاذ حسن أهلا بكم بالبداية في كل ذكرى ومهرجان وتجمع تثبت حركة أمل أنها حركة ولادة يعني التي لا ينضب نبعها البارحة تصل البحر بالبحر شفنا أكيد وكان لافت التنوع في الفئات العمرية من الأطفال حتى كبار السن لنبدأ من هنا أستاذ حسن ما تعليقكم على هذا المشهد موسى الخير مدام إسراء ولمشاهدين الكرام حقيقة بكل عام ب31 آب هذه الذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر هذا الإمام الذي لم يأتي لبنان بمثله ولا العالم الإسلامي بمثله وأعتقد لن يأتي بمثل هذا الرجل بكل ما يختزن من فكر شكلا ومضمونا هذا الإمام الذي منذ 44 عاما مغيب وهو الأكثر حضورا الأكثر حضورا بإنسانيته بوطنيته بلبنانيته وأيضا بقدرته على التأثير في صناعة الأجيال كما تفضلت أجيال متنوعة كانت موجودة في الساحة أمس من أطفال إلى الشيوخ هذا الوفاء وهذا النماء على فكر الإمام موسى الصدر هذا ليس صدفة وهذا ليس من فراغ هذا دليل على أن هذا الرجل كان يعمل بصدق على أن الإمام موسى الصدر متصل كما وصل حركته بالأولياء والأنبياء أيضا هو متصل بهذه الينابيع الصافية والصادقة الإمام موسى الصدر أقرب ما يكون إلى حركة الأنبياء والأولياء في التاريخ هو حتما ما زرعه يشبه هذا البلد بكل تنوعاته بكل تشكيلاته هذا البلد ألف سيفسائي بتركيبته وكما قال أحد من كان يعارضه في فترة لاحقة لم يفهم لبنان أحد كموسى الصدر لذلك هذه الحركة لا يمكن أن تنضب ولا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن تختفي وأقول ذلك ردا على ثلاث سنوات من التهشيم والتهميش ومحاولة النهش في جسد حركة أمل والحركة صامتة كما عبر الرئيس بري في بداية خطابه أمس بأنه صبرنا كثيرا وساكتنا كثيرا على مدى ثلاث سنوات من الاتهامات زورا وبهتانا للحركة ورئيسها بالفساد وبسوء الإدارة وبأن الحركة انتهت وبعض المنظرين الاستراتيجيين كنا نسمعهم قبل الانتخابات بأن المرحلة ما بعد الانتخابات لا وجود لحركة أمل ولعدة أحزاب أخرى واستشهدوا بما قبل الطائف وبعد الطائف أن هناك أحزاب وشخصيات ذابت لأن المشروع القادم لا يمكن أن يستوعب حركة أمل حركة أمل تمتلك رغم أنه ليست حزبا ولا تؤثر بالفرد إنما هي حركة كما وصفها أو كما تركها أو كما أرادها الإمام موسى الصدر كموج البحر هذا الجمهور واعي ومثقف وفاهم وعارف هذا الحشد الغير مسبوق الذي حصل أمس رد على كل هذه الاتهامات هو رد فطري تمسك بهذا الخيار تمسك بهذه اللبنانية تمسك بهذا الانفتاح تمسك بالإمام موسى الصدر وبكل ما قدمه وما سيقدمه لأن الإمام كما قلت هو ليس سجين لا زمان ولا مكان ولا إطار برنامجك عارة منه سياسي هو اجتماعي على ثقافي أكثر وديني نعم بسورة المائدة يقال في روايات آخر الآيات التي نزلت اليوم يأس الذين كفروا من دينكم نعم اقتباصا أكيد أمس يأس الذين مكروا والذين سخروا والذين كتبوا وكذبوا على حركة أمل وعن حركة أمل هذا الرد كان من هؤلاء هؤلاء الطيبين هؤلاء الفطريين أو الفطريون والطيبون الذين جاءوا زحفا تحت حرارة الشمس وحضرتك واللبنانيون كلهم يعرفون الأجواء التي نعيشها صحيح في أواخر آب موجة حر قاسية جدا نحن كنا عم نشوف قبل بثلاث ساعات ختيرة قاعدين بالساحة عم يتلوعوا من الشمس وكانوا متلحفين وبقوا لآخر لحظة هذا مثل ما قال دولة الرئيس مبارح شيفرة حركة أمل هي بهؤلاء بفطرتهم بفطريتهم وببساطة انتمائهم نعم أكيد أستاذ حسن واليوم كان لافتا أن الصحافة اللبنانية وصفت هذا المد الأخبر أو الحشد الكبير على أنه من أكبر التجمعات البشرية منذ العام 2005 لماذا يؤشر هذا الرقم برأيكم؟ يعني دعنا نفت تفاصيل أكثر هل هو رد على المستاضين بالمياه العكرة الذين كانوا قد انتقصوا من كثافة الأصوات التي حصلت عليها حركة أمل في الانتخابات السابقة انتخابات 2022 هي مسألة ليس بالرقم وإن كان الرقم وشفنا هذا المشهد الذي ملأ من ساحة القسم ووصلت إلى حدود البص اللي بيعرف بصورة بيعرف هذه المساحة وهذه المسافة هذا المد الأخضر كما وصفتي الذي غطى كل هذه المساحة ووصل البحر بالبحر وكما قال دولة الرئيس البحر بالبحر يذكر نعم نعم هو كما قلنا بالمقدمة وكما تفضلت نعم هناك حالة احتقان من جمهور حركة أمل لأنه كان على مدى ثلاث سنوات على أقال منذ ما يسمى حراك 17-20 إلى الأمس هجومات على حركة أمل وكانت الحركة لا ترد أو ترد بتعليقات بسيطة يعني لا تمتلك حركة أمل آلة إعلامية كما يمتلكها الآخرون وهذا التجيش والتوجيه باتجاه محدد وكل اللبنانيين يعرفون بأنه بـ 17-20 تحديدا كان فيه تصويب مباشر خصوصا على دولة الرئيس نبي بره وعلى حركة أمل نعم هناك احتقان نعم هناك جمهور يريد أن يعبر عن نفسه يريد أن يعبر عن انتمائه يريد أن ينفي ويلفظ هذه الاتهامات بالتمسك بشيك على الانتخابات بالتمسك بحركة أمل بالنسبة للانتخابات ما هؤلاء المضللين واللي غابت عن صحيفتهم اليوم مثلا واحد منهم هذا الحشود وهذه الأرقام وهن الذين بـ 2016 مثل هالأيام قبل انتخاب الرئيس كانوا عم بيحتفلوا بانتهاء بأفول نجم الرئيس نبي بره وبانتهاء حركة أمل هؤلاء أنفسهم كانوا يوهموا الناس بأرقام مغلوطة بأرقام خاطئة حركة أمل رغم كل اللي تفضلت فيه وكل المشهد اللي شايفينه واللي ما بيعرفه بيعرفه بس تعرف يعرفه وما بيقوله بس غالبيات الناس ما بتعرف أنه حركة أمل لا تمول من أي طرف لا خارجي ولا داخلي وحركة أمل اللي شفنا شباب مبارح عم بيشتغلوا بدون أي مقابل من أكبر مسؤول لأصغر فيش أكبر وأصغر المسؤولين والعناصر عم بيشتغلوا بدون أي أجر بدون أي أجرة أكيد فيه أجر عند الله هذه الحركة كانت رقم اثنان بيعرض الأصوات في لبنان كان حزب الله بيرجع حركة أمل بيرجع الأحزاب الباقية فإذا هذا القياس خاطئ وهذا بمجال التشويه للصورة ولكن هل الأصوات بحجم القوة الشعبية لحركة أمل أنا بقولك لا هل هو خلل تنظيمي كمان لا لأنه مثل ما قلت قبل شوي حركة أمل ليست حزبا حركة أمل حركة شعبية حركة أمل ما بتقدر تروح للواحب بالبيت وتقوله طاعة تفضل روح انتخب أو تقفوا على الباب وتنسكوا بيهل وتنخبوا من مبدة حركة أمل ما عندها هذه التوجهات وهذه الخيارات وهذا معلوم يعني ما إثبت لها حدا جديد عليها الحكي هذا معلومة معروف أبناء حركة أمل وأبناء البيئة يعلمون ذلك في ناس بيكونوا منظمين بالحركة وبينتخبوا آخرين هم بيكونوا عبروا عن موقف سيادة أو عن اعتراض مثلا فإذا لا يمكن قياس حركة أمل بصناديق الاقتراع رغم أنه برجع بقول هي الحزب الثاني أو التنظيم الثاني بأخر انتخابات صارت بعدد الأصوات يعني حتى هذه التهمة لا يمكن أن تمر نعم أستاذ حزن لنرجع شوي لمشهد الجمهور الحاشد يعني برأيكم ما هي الرسالة التي أراد أن يوصلها جمهور حركة أمل لقيادة الحركة ولأصدقائها وأيضا لخصومها حلو السؤال أول شيء للقيادة أنه نحن متمسكون بهذه الحركة ونحن هذا هو خيارنا الذي نرى فيه خلاص لبنان كما رأى فيه الإمام موسى الصادر خلاص لبنان وهذه الحركة تعبر عن كل لبناني ملتزم بلبناني يده وأيضا تقول أنه نثق بهذه القيادة أنه نثق بالرئيس نبي بري وقيادة حركة أمل وأن كل هذا الكلام الذي كان يصدر في الصحف ومقدمات الأخبار والتقارير وإلى آخرية لا يؤثر بالصادقين ولا يؤثر بالعارفين لا يؤثر بعوائل الشهداء ولا يؤثر بعوائل الجرحة ولا يؤثر بالناس الذين خبروا حركة أمل في الحرب وفي السلم في الحرب كانت رأس حربة المقاومة ومؤسس المقاومة وهلأ بدأ في هذه الفكرة كمان لأن البعض يحاول أخذها إلى مكان آخر وأيضا في السلم كانت هي عصب الإنماء والتنمية في الجنوب وهي التي وظفت قدراتها ووظفت أيضا إمكاناتها من خلال المؤسسات التي كانت قيمة عليها لخدمة كل الجنوبيين وكل البقاعيين بالبقاع الغربي وبصيدة وبجزين وبغيرة من المناطق كنا عملنا قبل شيء أنه حركة وليست حزبا عملت مدارس لكل الناس عملت طرقات لكل الناس أعالى تأهيل شبكات الرأي لكل الناس هذا ما يميز حركة أمل لم تخص الزماعتها عن غير هذا الجمهور واعي جدا ويقول أنه هذه الفقاعات التي كان نعم هناك من تأثر هناك من تغير هناك من غرته هذه الشعارات أو هذه المواقف ولكن هؤلاء قلة أما الكثرة فشفناهم بالساحة رغم أنه الأوضاع الاقتصادية خانق رغم أنه حتى ممكن أوضاع الصحية الأوضاع ككل بلبنان وفي وسط الأسبوع من نهار أربعاء بعز دين الشمس نهار عمل أزمة بنزين وأزمة تنقلات وغلاء معيشة وانهيار اقتصادي وشفنا هذا الحشد فإذن الرسالة للقيادة نحن نثق ونحن لا نصدق التزوير الذي يقال لأنه من يملك الشئ اللي لم يصدق عليه السلام قال لأحد تلاميذته كان معه جوزة حبة جوز قال له ما تلك التي بيدي قال له جوزة قال له لو قال كل الناس أنها لؤلوة بمعنى الرواية هل يؤثر فيها شيء؟ قال له لا قال له لو كانت لؤلوة وكل الناس قالوا عنها جوزة هل تؤثر فيها؟ قال له لا الذي يعلم يعرف ما بتأثر فيها الأخبار الزائفة أما بالنسبة للحلفاء فأيضا يعني أنت حضرتك سألت أن رسالة الجمهور للقيادة وسؤالة رسالة الجمهور لحلفاء حركة أمل وأصدقائها أنه هذه الحركة أيضا وفية لحلفائها ولا مرة حركة أمل طعنت حليف ولا مرة حركة أمل وعدت حليف وأخلفت معه ولا مرة كانت حركة أمل تلعب على التناقضات حركة أمل لا تبتز حليفا بالسياسة ولا تبتز حليفا بانتخابات ولا تبتز حليفا بمواقف هذا الجمهور يعي ذلك وأيضا هذه الرسالة لكل الحلفاء بأن هذا الجمهور بظهرهم وأمامهم وخلفهم وبكل الميادين التي يحتاجونها هذا الجمهور لا يقصر الذي بدأ بتقديم الدم أيضا لا يقصر بتقديم أغلى ما يملك عندما يحتاج الآخرون أما للخصوم كمان ما يميز حركة أمل أنه قدرتها هذا التحرر ابن حركة أمل متحرر ما عنده عقدة التعامل أو التواصل مع أي آخر في لبنان صحيح وهذه نظريات لإمام موسى الصدر أنه أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي هو السلم الأهلي أو الوحدة الداخلية هذا الجمهور نعم فيه خصوم بالسياسة وهذا يعبر عنه رئيس نبيه بره ولكن هذه الخصومة ليست عداوة إلا أن يعادين أحد ويأتي ليقتلها موضوع آخر ولكن في الداخل لا يوجد عداوات يوجد خصوم في السياسة هذه الخصومة مثل الحلفاء يعني الأصدقاء والخصوم تربطنا بينهم ضوابط هي ضوابط الأخلاق السياسية والعمل السياسي انطلاقا من المبادئ نعم السياسة فيها نوع من البراجماتية ولكن يجب أن تكون مضبوطة بنوع من القيم والأخلاق ما فيك تكون بعشر سنين بخمسة عشر سنة العدو الأول لسوريا والعدو الأول للمقاومة وبلحظة بتصير أنت الحليف الأول للمقاومة وبعد شوي بتصير اللي ما عندك مشكلة الإيديولوجي مع إسرائيل فبخمسة عشر سنة ما فيك تعمل هذه التقلبات الإيديولوجية وهذه التقلبات القيمية هي بطلة سياسية صارت تجارة متاجرة بالناس فالرسالة لهؤلاء أن هذا الجمهور خلف قيادته قوي وواثق وعارف بأن هذه القيادة ستأخذه إلى بر الأمل نعم أستاذ حسن بدأ الرئيس خطابه بالحديث عن مدينة صور انطلاقة الإمام الصدر وختم بالتأكيد على أمنها وصونها من العبثين لماذا بالتحديد مدينة صور لأن الانطلاق لأنه كهف حركة أمل وكهف الإمام موسى الصدر لأن امتداد السيد عبد الحسن شرف الدين وهذه أيضا لو شفنا الصورة الكبيرة وهذه لها رمزيتها ودلالتها في ساحة القسم ساحة الإمام الصدر صور لها هذه الخاصية لها هذه الميزة لها هذه الخصوصية الرئيس نبي بر يعني حسب ما يذكر في أحد كتبه تاني لقاء مع الإمام موسى الصدر كان بنادي بجامع الإمام الصادق في صور أيضا وهذا كان اللقاء إذا بدك بدأت عرى العلاقة بين الإمام وبين دولة الرئيس فصور لها هذه الخصوصية ولها هذه الميزة صور على شاطئ البحر المتوسط قبالت يعني النقورة ليست بمدينة ولكن آخر مدينة إذا بدك عن فلسطين المحتلة صور منطلق الشهداء والمقاومين وصور لها هذا الثقل وهذا الوزن ولها هذه الوجدانية بضمير الإمام موسى الصدر يعني من يعلم من عاشر وعاصر الإمام موسى الصدر وأيضا من قرأ الإمام موسى الصدر يعلم بما يختزنه في قلبه وعقله ووجدانه لمدينة صور هي البداية التي منها انطلق إلى أنا بكون عم نزغر مشروع الإمام الصدر إذا ألنا إلى كل لبنان هو انطلق إلى كل العالم والإنسانية لأنه كان يرى في لبنان تجربة أو نموذج لتجربة إنسانية عامة وشاملة فإذا سور لها هذه الخصوصية لها هذه المكانة في قلب الإمام موسى الصدر وفي قلب الرئيس نبيه برري بدأ خطابه وهو في سور على منبر الإمام الصدر وأيضا ختم بالنسبة للعابثين في الأمن نعم بالتأكد نعم هؤلاء في مراحل معينة متأخرة أصبح السوريون يعانون من تفلت هؤلاء وأنا أعلم بأن دولة الرئيس من أكثر من شهر ونص يعني وجه بشكل حاسم وصارم لقوة الأمنية بأن تأخذ دورها بهذا الموضوع لأنه في بعض الناس بيسأل أين الثنائي وحقهم بالآخر الناس العاديين الذين يعلمون قوة حضور حركة أمن وحزب الله بأمان أنه أين الثنائي مما يحصل بالآخر الرئيس نبيه برري مشروعه الدولة وحركة أمن مشروعه الدولة طلبت من الأجهزة الأمنية أنه لا غطاء على أحد ولا أحد يوهمكم أو يغركم ويقول بأنه لديه غطاء من سياسة أو من أمن ما في حركة أمن أو حزب الله أو غيره فإذن نعم الرئيس نبيه برري وحركة أمن كما في صور كما في كل المناطق اللبنانية لا يقبل بأن يكون هناك عابثون في الأمن يعني عشان هيك كنت هذه المكاشف المكاشفة العلنية للوضع الأمني لمدينة صور نعم هذا الكلام لأنه الرئيس يعلم ونحن نعلم أبناء صور نحن سكان في صور وأبناؤها نعلم أول شي هناك خطر على أهل صور ببعض التصرفات التي كانوا يقومون بها وهناك ترويع للناس وكان هناك في اتهام مش اتهامات كان هناك علامات استفهام هل حركة أمل بما أنه لها خصوصية صور ما بتقدر هذا الكلام العام ما بتقدر تضب هؤلاء طيب حركة أمل ما بتقدر تيوقد مكان الدولة لأنه حركة أمل لا يمكن أن تحل محل الدولة أنا أرجع بقول الرئيس نبي برري من أكثر من شهرين يعني وجه مش وجه قال شخصيا للقوة الأمنية ولكبار ضباطها أنه هذه المسألة لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة وليس هناك غطاء على أحد نعم رئيس نبي برري أراد أن يخاطب وشفنا الرئيس برري طلع على المنبر بدون أي عازل بشكل مباشر بينه وبين الناس نعم كيف أريد أسألك رغم المخاطر الأمنية فعلا لاحظنا أن الرئيس برري وقف أمام الناس دون أي عازل وكان فيه كوادر بالحركة مع تردين نعم وقبل بيوم وأنا كنت شاهد على كلام وكان فيه قلق حقيقي أنه بالآخر هي منطقة مفتوحة وأمام البحر والرئيس برري أصر على الحضور وعلى الوقوف بمقابل الناس لأنه لا يوجد مسافة بينه وبين الناس لا يوجد عازل بينه وبين الناس أراد أن يخاطب السوريين تحديدا أهل سور بأنه أنا حريص على أمن سور كأبنائها كأهلها ككل مكوناتها بشكل على المنبر يعني هذه الرسالة التي أراد إيصالها حتى لا يقول بكرة يعني لو ما يقولون على الرئيس برري على الهواء يجي حدا يوشش يقول لا لو ما بدوا حركة ما كانوا تركوهن شك بين أهل عادة لا الرئيس برري بشكل علني وصريح وواضح وأمام الملأ وأمام بنشأ العشرات مئات الألاف لهن اللي موجودين وعلى الإعلام كان هذه الجرأة بالكلام عن هذا الموضوع دون خوف من أحد مدى مرتاحا بغض النظر عن بعض السلب يعني الناس يمكن أن يصطادوا في الماء العكر أن هؤلاء اللي عم بيعملوا هكي إلهم أهل وما إلهم الأصل هو الكثرة الكاثرة في سور أن أهالي سور وكل المدن الأخرى كما قلت من غير المسموح لأحد أن يروع الناس وأن يعرض أمن الناس للخطر نعم طب المضمون استاذ حسن يعني كان خطاب الرئيس بري خطاب رجل دولة أولا وقائد مقاومة ثانيا وأيضا خطاب الأب الحريسي على أبناء الوطن الواحد وطبعا على حقوقه ومصلحته أيضا اليوم إذا بدنا نسأل الرسائل الضمانية كلمة الرئيس للعدو وبالأخص يعني في موضوع ترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز يعني من نكد الدهر أن يطلع حريزايد على الرئيس بري بالمقاوم نعم وعلى حركة أمل بالمقاوم ومن نكد الدهر أيضا مثل ما قالنا الرئيس بري أنه صار فيه سياديين وصار فيه وطنيين وصار فيه ناس بدون يحكوا يعني صارنا نشوف وجوههم عن جديد على الشاشات بدون يعلموا الرئيس نبي بري كيف يقارع العدو الإسرائيلي إن كان بالتفاوض أو إن كان بالحرب وهذه من الأمور اللي حاول البعض على مدى السنوات الماضية القليلة وخصوصا بعد استلام الرئيس عون ملف التفاوض وعشان الناس ذاكرتهم سمك بشكل عام يعني كل الناس وكمل أخبار ودخل أخبار بنسل الناس قبل ما يتسلم الرئيس عون ملف إبرام الاتفاق على ترسيم الحدود كلنا سمعنا نقمة التسعة وعشرين بغض النظر هلأ إذا هو يخط لبنان أو حد لبنان أو أكثر أو أقل ولكن بوقتها انطرح هذا الموضوع أصلا للمزايدة على رئيس نبي بري وانكتب مقالات بعدها موجودة وتويتات بعدها موجودة إنه الآن على رأيهم أصبح الملف بأيدن أمينة بوقتها شفنا التسعة وعشرين صار تلاتة وعشرين وصار بقى بصير تحت تلاتة وعشرين كان لوم يتدخل وإزبري والمقاومة وبهذا الملف وشفنا البازار اللي نفتح على الحدود البحرية وعلى ترسيم الحدود الرئيس نبي بري انطلق بالحديث عن ترسيم الحدود من الاستشهادة حتى انفحص هو العملية الاستشهادية الوحيدة اللي حصلت في البحر بلبنان ما بعرض مناطق تانية وسهدفت زورقا إسرائيليا دغم أنه حتى الشهيد الاستشهادي لم يسلم من بعض البغضاء بهذا الوقت لطلع انطوان لحد حشان نذكر للأجيال الجديدة لطلع انطوان لحد وقال هذه العملية كانت من أحد الأسباب ليسرع بقرار الانسحاب على عجل بعام 2000 الرئيس نبي بري أراد أن يقول لهؤلاء نحن رسمنا الحدود بالدم قبل أن ترسم على الورق والقلم وأنا بإحدى المقابلات قلت وهلأ بوجه للرئيس نبي بري أنه على الأقل الاقتراح أن يكون الخط النهاي اسمه خط الاستشاري حتى ينفحص وهذا حفظ لحقوق كل المقاومين ولدي ماء كل المقاومين من كل الأطياف ومن كل الأطراف ومن كل الطواقف ومن كل المذاهب لأنه الدم هو دم واحد هو دم لبناني من أجل لبنان فإذا نعم الموقف اللي اعتبره البعض عالي نحن نعتبره عادي هذا هو الرئيس نبي بري هو رجل دولة هو رجل مقاومة حتى الحشد بيعرفوا الحركة مزبوطة وبيعرفوا ما بيتفاجأ وبيعرفوا أنه كنا عارفين أنه سيكون الحشد كبيرا جدا لأنه منعرف وفاء هؤلاء الناس ومنعرف الرئيس نبي بري وقائرة الحركة والحركة ماذا تركت بهؤلاء الناس فإذا أراد التذكير بهشام أو انطلق من الاستشار بهشام فحس ليقول أنه لا يزيد علينا نحن رسمنا بالدم ونحن أولياء الأمر بهذا الموضوع وهذا الموقف لما يقول يحمل الأمريكي مباشرة موضوع التسويف وموضوع التنقيب ويدعو الدولة أو الحكومة رغم أنه حكومة مستقيلة أو رغم أنه حكومة تصريف أعمال تستطيع أن تبرم عقود مع شركات أخرى إذا تلكأت تتالو إني عن التنقيب في البلوكات غير المتنازع عليها وهذا كل كلمة يقول الرئيس بري ورجل الدولة بشكل عام تكون مقصودة ومعروفة ولم قال من الشرق أو من الغرب فإذا هي دعوة لهؤلاء السياديين اللي عم بيدعو أنهم سياديين ولهؤلاء اللي عم بيدعو أنهم وطنيين ومقاومين تفضلوا نحن نقول بأن هذه البلوكات شلونا من المتنازع عليها غير المتنازع عليها لين تتجي التتال بكرة بتباشر بالتنقيب إذا ما بدأ في غيرها من الشرق ومن غرب من الصين وروسيا وإيران وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول وإيطاليا وإلى آخرها اللي عندها إمكانات أو عندها يعني عمل بمجال التنقيب عن النفط فإذا هذا الموقف اللي قاله رئيسنا في برد مبارح ما بيختلف عن المواقف اللي قالهم ببداية التفاوض على اتفاق الإطار باتفاق الإطار بيطلع بعض الجهابذة بيحكوا أن الرئيسنا في برد يعني طالت مدة التفاوض وتنازل أو ما تنازل نرجع نذكر للمرة الألف والمليون اتفاق الإطار ما بيحكي لا عن حدود ولا عن خطوط بيحكي عن إطار التفاوض لا يمنع هؤلاء الذين يدعون السيادة من التطبيع رغم أنه أول قرار اتخذ بعد ما صار الملف مع رئيس الجمهورية شك الوفد فيه مدنيا ووقت طلع بيان الساعة واحد الفجر باسم حركة أمن وحزب الله رفض لهذا الوفد لأنه أن يكون بالوفد المفاوض مدنيا هذا اعتراف وهذا تطبيع مع العدو أو شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي لما راح الرئيس بري عشر سنين عم يفاوض على الإطار على إطار التفاوض ليحمي حقوق أول شي لبنان وتاني شي ليحمي كرامة لبنان ودماء الشهداء وليحمي أيضا القضية الفلسطينية وليبقى هذا العدو عدوا لأنه وفق الأنظمة والقوانين وفق الأعراف الدولية يبقى التفاوض بالمبادئ من 96 ل 17.01 لقوانين البحار وأيضا بطريقة غير مباشرة عبر الأمم المتحدة براعاية الولايات المتحدة هل أدي حجم الإطار وأن ينطلق من رأس النقورة وقال الرئيس برد بإخر جلسة تشريعية لما بعض المزايدين بدون يصوتوا على 29 روحوا على اتفاق الإطار يأخذوا أكثر من 29 بس عفوا بلدرجة عيدها يروحوا على اتفاق الإطار كما هو منفاوض على أكثر من 29 نعم الكاتب السياسي أستاذ حسن الدور نحن رح نتابع كلمة سواء ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام ومستمعي إذا عطي رسالة عم نتابع وإياكم كلمة سواء أستاذ حسن الدور الكاتب السياسي منرحب فيك وبيسعدني أيضا أنه ينضم إلينا رئيس الاتحاد بلديات مدينة صور السيد حسن دبوء لنحكي أكثر عن مهرجان للأمس يعطيك العافية أستاذ دبوء أهلا بكم يعني بالأمس دعا الرئيس بري بخطابه إلى ضغط أمن مدينة صور أدي لقيت هيدة الدعوة ارتياح من قبل فعاليات المدينة والهيئات الاقتصادية خلق بسقاح هذا من دولة الرئيس بري بكون طرفه منطقة وليد حاجي الآن صور مدينة السياحية بإمتياز وعماد اقتصاد السياحة والتجارة وهو الأمرين باهمون الأمن هلا ونحكي بكل شفافية يعني وضع الحادث اقتصادي وضع الفوضى شوية شجع عدة مشيغبين على خيام بالأعمال فالأفضل معالجتهم عند بدقة هالعملية هايدي هايدي دولة الرئيس أبدا يعني استشفى الشغلة استشرفى الشغلة هايدي بخطابهم بارح حكا حاجة ملحة لجميع أهالي مدينة صور ومن خط صور كل يعني نحنا بنحكي عن مدينة صور مدينة صور جغرافيا أكيد إلى حتود ولكن معنويا وإدارية يعني بشكل أوسع كأتحاد بلدية صور نحن بنضم القضاء صور فكانت هاي الحاجة هي على متاحة القضاء بيجمعه وهيدي حاجة ضرورية وبتساهم باستقرار المدينة وتنشيط حركة الاقتصادية والتجارية فكانت كنت هي مطلب بجواب على تساؤل كان الجميع عم يطرحوا وأنه رئيس بري دايما عوّفنا بالحقيقة بجميع المراحل لأنه نكون تحت نظلة دولة رئيس بري على الأشياء هذه تعود فرض الأمن ومنشط القوة الأمنية بالحسن بهالم موضوع هذا كثير مردودة كثير إجابة للناس نعم استاذ حسن لنرجع شوي لأجواء المهرجان يعني بالأمس زينت مدينة صور بيئة الأخضر كيف استقبلت صور زوار الإمام الصدر وما هي الترتيبات التي اعتمدتها اتحاد البلديات بكل طبيعي طور مدينة مغياطة بطبع الشعب وطبع هالجاب العام لبنانية أجملة نحن بلنها قصم من لبنان ومثقافة لبنان كلياتها ومثقافة حركة أمل تنتد على مجمل الأراضي طبيعي كان الاستقبار حار وكانت فرحة كبيرة أن نكون كلياتنا بالأخضر مستقبل بالأخضر وكان المهرجان من أهم المهرجانات التي أقيمت بممدينة تصور أنا عشر من بعض الانسحاب الإسرائيلي بالـ 85 جميع المهرجانات هذا يعد أحد أكبر المهرجانات التي تم بممدينة تصور الفترة هذه طبيعي الفترة حرجية ودهو الرئيس الناس متعطش لخطابه متعطش تشوفه كمان أيضا بعد مشاكل الكورونا والغياب اللي صار القصري فكان الحشد أكتر من المتوقع يعني في قد يقول ناس أنه أي كنا متوقعين بس هيدا أكتر من المتوقع لأنه بفوق يعني الناس اللي أجيت وحجم الناس اللي أجيت كتير 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 كمتا كبيري وكان في استقبال طبيعي حاضن يعني مدينة تصور دايما الحاضن هي مدينة ساحة القسم يعني ساحة القسم قسم نحن كحركيين وهيدا كمان قدأ لزيدة الحشد بشكل كبير نعم كان يوم مميز بصورة فرحة مميزة يعني بيناتنا وحضور دورة الرئيس والكلام اللي صور والأمن وغير هالأشيك اللي يتا المعضية الحساسة لضرحة كليتا كل ناس كانت نعطرها هالأزوبين من دلتراهيس نعم طبعا شاهدنا يعني إن كنا على الأرض كانت الجباهير عم بتشوف بيعيونها وأيضا من خلف الشاشات اللي عم يحضر لاحظ فعلا المد الأخضر اللي كان موجود والابتهاج أيضا أستاذ حسن تبو رئيس الاتحاد بلديات مدينة صور أنا بدي أشكر مدخلتك معنا شكرا جزيلا عاك الحال موزل بحر الأخضر حلوك نعم موزل أخضر حلوك نعم شكرا لكم أستاذ حسن هنرجى لموضوعنا عم نحكي شوي بمضمون خطاب الفصل للرئيس بري بالأمس أكد الرئيس بري مبارح بخطاب ومتانة العلاقة مع حزب الله وأنه لا يحلم أحد بالدخول على خط التفرقة وطبعا ميز الرئيس بينما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي أو أت وبين واقع هذه العلاقة التي تكاد تكون روحا واحدة في جسمين لمن وجه الرئيس بري هذه الرسالة ومعليس محلي قبل يعني ليه هذا بتأكيد مجددا على قوة التحالف مع الحزب علما بأن العلاقة بين الحركة والحزب وصلت حد التكامل كما أعلن أو بحسب ما وصفها السيد حسن نصر الله بخطابه الأخير لأنه في بعض ضعاف النفوس اللي بحاولوا يفوتوا بين حركة أمل وحزب الله وهلأ بدي أحكي بصراحة يعني مثل ما حكى رئيس بري بصراحة بإنه أنه كيف حد يكون حليف للمقاومة وعلن أن يجاهر بمحاولة خلق شرخ بين قوة المقاومة المتمثلة بالتحالف بين حركة أمل وحزب الله وأيضا في بعض الطائشين إذا بدك لوجهن الرئيس بري على السوشيال ميديا اللي يتأثر ببعض الكلام وبعض التغريدات وبعض المواقف وهو وإلى آخره وهؤلاء أيضا يعني لما السيد حسن نصر الله بيحكي عن التحالف ما بيسميه تحالف بيسميه تكامل نعم أو إذا بيحكي بيحكي عنه تحالف وجودي رئيس بري بأكثر من مناسبة بيقول أنه روح واحدة في جسدين كما تفضلت هذه وحدة الدم ووحدة المصير ووحدة المسار ووحدة الموقف بأصعب الظروف في بعض أيضا السخفاء بالسياسة وهون كمان بدي يسمحوا لنا الجميع حركة أمل أول شي إذا تلعطي حكيت عن المقاومة في حرة يفكر بيحكي هؤلاء الناس ضعاف النفوس بيحاولوا يفوتوا من هذا الباب أول شي إثبات الشي لا ينفي مع هذا هي قاعدة منطقية أنا لما أقول أي حدا لما أقول حركة أمل مقاومة حركة أمل أسست المقاومة هذا لا ينطقس من مقاومة أحد لا مقاومة حزب الله ولا مقاومة الحزب الشيوعي ولا الحزب القومي ولا غيره ولا غيره ولا غيره هذا فقط تذكير وتأكيد وحفظ لتاريخ ولدماء ولشهداء ولجرحة ولأحياء مازالوا موجودين شهداء وشاهدين على هذه المرحلة اللي كانوا هني أسياد لما ينحك عن المقاومة منه استفزاز لأحد ومنه ابتزاز لأحد بالعكس حركة أمل أجمل مشاكل وإن كانت سيئة كل المشاكل ولكن مشاكل الجمهور على السوشيال ميديا بيتخانقوا هذا الشهيد لمين وهذه العملية لمين عالعا بيتخانقوا على إنجاز يشرخ الجميع بيش هم يتخانقوا على أشياء تافئة ورغم أنه هذا المشاكل يقرفنا منه وعيب يعني أنه نصل إلى هذا الحد بهذا الموضوع فإذن التأكيد دائما على التحالف وعلى التكامل وعلى التحالف الوجودي بين حركة أمان وحزب الله نعم هناك حاجة له ليس للرئيس نبي بره وقيارة الحركة أو سير نصر الله وقيارة الحزب لا مثل ما قالت في بعض الجمهور يتأثر وفي بعض الجمهور يأتي من خلفيات عند نعرفهم بالتاريخ أحقاد بلشت مع الإمام موسى الصدر ومكمل على الرئيس نبي بره أينما انتسبوا هؤلاء وبأي غطاء تغطوا عم بيين حقدهم على حركة أمان وعلى رئيس نبي بره وعم بيئزوا بمكان معين فلابد من التأكيد أما هذا بالنسبة للسوشيال ميدا اللي حكي عنهم ولكن المقصود أكثر هو للسياسيين والأحزاب والطيارات اللي بيحاولوا يحطوا حزب الله يحشروا بالزاوية أو نحن أو الحركة أو نحن أو الرئيس بره لا انت بيكون جواب الحزب انت والرئيس بره انت والحركة ولكن كل الواحد حزب الله ليس قيما على حركة أمل يعني واحدة هادئة من الرسائل نعم هناك تحالف ولكن حزب الله ليس قيما على حركة أمل وأيضا حركة أمل ليست قيما على حزب الله وحركة أمل ليست صدى لصوت حزب الله ولا العكس هناك نعم مشتركات استراتيجية عقائدية لا يمكن الدخول يعني لأحد أن يدخل فيها ولكن فيه هوامش بالسياسة فيه أكثر من انتخاب رئيس الجمهورية فيه أكثر من أن يكون مرشح حزب الله الوحيد هو الرئيس عمر 2016 عم نحكي ويكون فيه تمايز بكل صراحة وبكل علانية للرئيس نبي بره ويرفض هذا الترشح موقف بطريقه صح ولكن رفض أن يصوت للرئيس عمر هذا يبين أنه هذه السياسة التي يمارسها رئيس نبي بره وحزب الله وحركة أمان هي سياسة كبار وسياسة رجال دولة وسياسة ناس واعين يعرف كل واحد منهم ما له وما عليه يحترم كل واحد منهم خصوصيات الآخر ويحترم أيضا كل واحد منهم مواقف الآخر فإذن رغم كل هذا اللي سمعنا ورغم اللي قاله رئيس نبي بره اليوم أحد الصحفيين عام التغريدي عام بحط يعني بعده عام بفكر يفوت بين حركة أمل وحزب الله بين رئيس نبي بره وسير حسن نصر الله رغم أنه يكذب ويزور ويقططع من الحديث واللي قاله الرئيس نبي بره غير الذي كتبه أو ليس كل الذي كتبه فإذن هؤلاء المرضى الحالات المرضية اللي أفرزتها الساحة السياسية من كم سنة لورا ما زالوا عام بفكروا أنه يخلفوا حركة أمل حزب الله وما زالوا عام بفكروا أنه بيقولوا لحزب الله إذا ما بتمشي معنا هون نحنا منفك التحالف معكم إذا ما بتوقف معنا بهذا الموقف نحنا نروح ونعمل مواقف ضدك وبفلتوا على على حليفهم نواب ووزراء وناشتين وسوشيال ميديا يهاجموا بمطرح معين ها تحالف بالسياسة طبعا لا طيب استاذ حسن في سياق منفصل يعني توقف الكثير من المتابعين عند المواصفات التي حددها الرئيس بري للرئيس المقبل وتأكيده حصرية تفسير الدستور والمجلس النيابي أو كأنه يقول الأمر لكيف تقرأ مقاربة الرئيس بري لهذا الملف كان واضح الأمر للدستور وليس ليه كشخص كرئيس كنبيه بري الرئيس نبيه بري بكل اللي قالهم بموضوع الرئيسة الجمهورية كان عم يقول الأمر للدستور والدستور وضع ليطبق وليس ليتم الانقلاب عليه مرة أخرى الأمر لمجلس النواب نعم هذا الدستور بيقول مجلس النواب هو الذي يفسر هو المناط به تفسير الدستور إذا كان فيه هناك نقاط بحاجة إلى تفسير الرئيس نبي بري يرد على كل الذين يهيئون الجو والأرضية ويحضرون النفسية والرأي العام أو المزاج العام اللبناني لإمكانية انقلاب هذا ليس انقلاب على الدستور اللي حكي اللي حكي عنه الوزير جبران باسيل بمقابلة وجرة الأخبار أول مبارح يعني هذا اللي يحكي أنه بيقول أنه نحن ما بدنا يبقى الرئيس عوان بس هذا احتمال نعم يعني لمجرد أن هذا احتمال هذا قفز فوق الدستور هذا تمزيق للدستور صحيح هذا قسر هذا يعني كسر لكل الميثاق الوطني اللي هو من 43 ولكن تجدد وتأكد وتطور إذا بدك بال89 طبق ب92 اللي هو ميثاق الطائف أو دستور الطائف فرئيسنا يبري يقول لهؤلاء أنه الأمر للدستور الدستور اللبناني ينص على أنه بس تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بفل مشكورا على بيته نعم والحكومة الموجودة هي التي تتولى إدارة الدولة بحدود تصريف الأعمال اللي بيكفلها إلى الدستور إذا هل أد همكن الدولة وإذا هل أد همكن الناس وإذا هل أد همكن مصلحة المصلحة العليا للدولة ليش معارك لتشكيل الحكومة لماذا لا تتنازل لماذا تريد الحكومة متراس اللي تأخذ منها مكاسب وطلت معطل ونواب ووزراء سياسيين ليكون إلك موطق قدم حتى بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية هذا اللي بده اللي بده مصلحة الناس ولي بده مصلحة البلد في هذه المرحلة بروح بيسهل تشكيل الحكومة مش بيعق التشكيل الحكومة ليضل يخذها ذريعة إنه تستلم أو لا تستلم يحق لها أو لا يحق لها طيب على سيرة الحكومة إنه إشارة الرئيس بر بالتحديد لملف الكهرباء والأموال اللي أهدرت به هيدا المجال هل هي رسالة اليوم للطيار العوني بأن يكبح جماح طلباته بتشكيل أي حكومة مقبلة هل بتشوف يعني اليوم يعني هل نرى تمسكا برأيك مستمر للطيار العوني بهيدا الوزارة بعد هيدا الرسائل يعني الواضحة اللي وجهها الرئيس برري مبارح يعني بشكل مباشر إلهم هذا مش رأي هذا هات صريحاتهم هاتي حتى الرئيس مي قاتل لما طلعوا حتى تشكيلة ببين إدان رئيس الجمهورية ومغير فيها وزير الطاقة آمت لأيام لليوم لأنه عملوا إنجاز كبير في البلد وبدون يحافظوا على إنجازهم وهذا سؤال سألوا حلفاء للطيار الوطن الحر بلما نذكر أسماء يمكن هون ويمكن على غير محطات وهني قالوا ونسألوا الوزير جبران باسير لأنهم لم يتمسك بوزارة الطاقة عادي تقول أنك في شرع هل تقول ما يخلوك اطلع قول صارح الناس وان ما يخلوك وبله الشعارات العامة وخلي غيرك يستلم إذا غيرك استلم وجاء الكهرباء بتكون أنت سهلت للناس لللبنانيين مجيء الكهرباء إذا عن جد العقدة أنت وما بدون يخلوك وإذا هذا الآخر اللي بعدك إجاء وما قد رجيب الكهرباء بتكون برأة نفسك يعني المشكلة مش منك ولكن لماذا تتمسك بوزارة الطاقة بدي أذكر بأحد حلفائهم الإعلاميين بوقت تذكر وقت البواخر كمان لأنه الناس بتنسى لأنه بوقت بالألفين وتسعة كان الوزير بصير وقاله كلام مصور بيحكي أنه البواخر هي حل هو مش حل هو كله باب للفساد وباب للصرقة بعد سنتين أو تلاتة بتصير البواخر هي الحل السحري في لبنان أحد الإعلاميين المطبلين للوزير بسيل بإحدى اللقاءات الإزاعية بيقول ويسأل وإحدى الإزاعات الحليفة وأنا اتفجأت عم بسمعو كنا ولماذا الإسرار محيكي هم بألفين وستععش سبعة عشر ممكن لماذا الإسرار على البواخر بيقول بالحرف الواحد بوقت هو أن الوزير بسيل والرئيس الحريري رئيس عاد الحريري بدهم صفقة البواخر ليصرفوا عطيال المستقبل وطيار الوطن الحر خسخصت الأموال الاستفادة من هذه الصفقات التي كانت التم ورى تجربة الواخر لو أنه وصلتنا ورى ملف الكهرباء كله كان تأتي السلام الكهرباء تأتي 12 ساعة اليوم تأتي ساعة أو ساعتين أو ما تأتي أبدا تعتبروا أيام ما بتضول الكهرباء نعم الرئيس نبي بيري كان صريحا وواضحا بتوجيه وأنه بيقول المثل اللي استحمته أنه أنتم عاملين هم كان بالكهرباء ومكان بيوزارة الخارجية ومكان بإدارة الدولة كلها وبالتحق وبكل المطارع وبعد أنه بيطلعوا بيحكوا عن الفساد وبيحكوا عن السمسرات وبيحكوا عن الإصلاح والتغيير طب خلص وأنهما الناس شبعت نعم عم ننتقل صويا يعني من ملف لنلاحق شوي هيك فند كلمة الرئيس بالأمس مبارح الرئيس بيري بتحدث عن أموال المودعين هذا الملف العالق والحساس ولن تكون مع أي خطوة أو قانون أو إجراء لا يعيد للمودعين كل أموالهم وكل حقوقهم اليوم إذا بنا نترجم هذا الخطاب عمليا كيف يرأيك أستاذ حسن بالتشريع بمجلس النواب بموضوع بالقانون المقدم اللي عم بيبحثوه كل التشريعات لإلى علاقة بالمودعين وبحقوق المودعين الرئيس نبي بيري كان واضحا بأنه لن يمر أي مشروع لا يحفظ للمودعين حقوقهم هلأ بيطلع حدا بيقول بالظاهر معه حق أنه بحاجة المودع لقانون يحفظ له حقه ما هو أصلا حتى أمواله بالبنك وحقه محفوظ بالقانون هلأ هذا الكلام بالظاهر صح منطقي وأنه بيحكي عن حدا أحد اللي اتناقشت معه وكمان أحد الصحفيين وبيقول لي أنه الرئيس بيري عم يوهم اللبنانيين بمعنى عم يبيون حكي أنه كيف يعني أنت بحاجة تعمل قانون لحفظ حقوق المودعين ما المودع اللي رحت أمواله بالبنك ما هو أصلا القانون حافظ له حقه نعم وقلت له برجع أقوله على الهواء لأنه نحن بظروف استثنائية مثل كل الدول التي تعاني من انهيارات اقتصادية اللي بنعاد فيها هيكلة المصارف وبنعاد فيها بناء الاقتصاد نعم يقططع من ودائع المودعين وبنعمل ألف طريقة ولف وبرمة ليحاولوا ياخذوا من أموال المودعين وصير بكذا دولي لأنه الوضع استثنائي ولإعادة بناء الاقتصاد من جديد قد يدفع المودع ثمن إعادة هيكلة المصارف أو النظام المصرفي والاقتصادي كله فنعم بحاجة إلى تشريع يحفظ حقوق هؤلاء بقيمة الأموال التي أوضعوها لو بعد عشر سنين لو بعد خمسة عشر سنين فالرئيس نبي برري لما يكرر ثلاث مرات أن هذه الأموال مقدسة 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 وهذا مثل التزام وقبل شوي حكينا بشكل علني وصريح وواضح أمام أهالي سور هذا التزام أمام كل المودعين من كل لبنان من كل الطواف أن هذه قضيته هذه قضية الرئيس نبي برري وحركة أمال والدفاع عن حقوقهم وعن أموالهم وعن ودائعهم هي معركة الرئيس نبي برري وبصفته حارس التشريع وحارس مجلس النواب لن يسمح بأي قانون يمكن أن يمر أن يمر أحد من خلاله للاقتطاع من أموال المودعين طيب أستاذ حزم بعض يعني كل هذه النقاط يلي صلتنا الضوء عليها طبعا من خطاب الرئيس برري بالأمس اليوم هل سيشكل خطاب حركة أمل خارطة طريقة واضحة بخصوص تشكيل الحكومة الموعودة الحكومة المقبلة الرئيس نبي برري بما يملكه من وزن سياسي نعم والوزن السياسي بحكمته الرئيس القوي بحكمته نعم والرئيس القوي بانفتاحه والرئيس القوي باعتداله والرئيس القوي قوي القوي أيضا بقدرته على التواصل وعلى مد جسور التواصل مع الآخرين وأيضا القوي بهذا الجمهور مش قوي بس بهذه الصفات هو قوي أيضا بجمهور حركة أمل الذي عاد تجديد البيعة له أمس هل سيشكل خطاب الرئيس بري خارطة طريق؟ نعم الكل ينتظر تصريح من الرئيس نبي بري الكل ينتظر تعليق من الرئيس نبي بري أو موقف سياسي فكيف بخطاب هو شامل وجامع لكل الملفات الداخلية وأيضا تخطاها إلى ملفات أقليمية ودولية من يريد مصحة لبنان من يريد فعلا الاستقرار في لبنان السياسي والاجتماعي والأمني وكل هالتفاصيل فليستمع إلى الرئيس نبي بري دون مكابرة والعاقلون في لبنان والوطنيون في لبنان يعرفون جيدا وطنية وعقلانية الرئيس نبي بري ونعم سيشكل هذا الخطاب خارطة طريق لأنه قطع الطريق بالبداية على محاولات القفز فوق الدستور ومخالفة الدستور وأيضا حدد أن الحكومة يجب أن تشكل بطريقة طبيعية لا منزيد عليها وزراء دولة ولا تعويم ولا مشاعر شكل هذه الطروحات لا في رئيس مكلف عليها أن يقدم تشكيلته أو رؤيته وعلى رئيس الجمهورية أن يقبل أو يرفض أو يناقش نعم إن شاء الله على كل بيختم بهذا السؤال يعني بتعليق سريع بما يخص الملف الخارجي ما هي الإشارات اللفت إلي دولة برحة حول ما يجري في الأسرين وحول الملف الخليجي الإيراني ونحن على أعتاب اتفاق يحفظ حقوق إيران النووية رح أختم معك مع هذا الشيء يعني ميزة الرئيس نبي برير كمان بشكل سريع مثل ما قلنا عن الجمهور المتحرر من أي عقد أيضا الرئيس نبي برير يستطيع أن يخاطب سوريا والعراق وإيران والمملكة العربية السعودية بنفس الإطار من نفس الموقع بمد اليد للجميع لأنه يرى المصلحة العربية والمصلحة الإسلامية بشكل متحرر من أي التزامات باتجاه أي أحد كلام الرئيس نبي برير أمس عن سوريا تأكيد على البعد الذي الإمام موسى صدر عرفنا إلى سوريا بطبيعة الحال أنه هي البعد الاستراتيجي للبنان ولا يمكن للبنان أن ينهض إلا بأن يكون بعلاقة متينة مع سوريا ولا يمكن أن يكون أيضا لبنان مصدر تهديد لسوريا أيضا توجيه كلمة إلى السيد مقتل صدر ودعافي إلى العودة عن اعتزاله لأن الرئيس نبي برير معلوم علاقته بالعراق الشقيق وأيضا بسماحة السيد المرجعية سماحة السيد علي السستاني ومعلوم أيضا الاحترام الذي يكونه العراقيون لرئيس نبي برير فأيضا هذا يجب التوقف عنده بعرف الوقت الضاق ولكن كل واحدة منهم بدأ يمكن حلقة بموضوع الاتفاق النووي أيضا لبعض اللي بيفكروا أنه لبعض لبنان يستفيد من الاتفاق النووي أي اتفاق في المنطقة وفي العالم يفيد لبنان لمن يريد مصلحة لبنان لما عنده حساسية من إيران كإيران الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف تتمنى على إيران أن تعقد الاتفاق وأن توقع الاتفاق النووي وفي بعض الزجالين بلبنان ليس عاجبون إيران هؤلاء إذا طلعوا من هذه العقد النفسية باتجاه الآخر ومن هذه النرجسية بغير مكانها والفوقية بالتعاطي مع الآخرين الاتفاق النووي يمكن أن يجير لصالح لبنان ولكل اللبنانيين لأنه اتفاق بين قوة عالمية وقوة أقليمية واتنانيتهم لهم تأثيرهم بلبنان شئنا أو أبينا فدعوة الرئيس نبي بره إلى الاتفاق لأنه يعلم بأن أي اتفاق يصب في مساحة اللبنان والمنطقة نعم الكاتب السياسي أستاذ حسن الدر أنا أشكر حضورك معنا جربنا قد ما فينا اليوم نقوم بقراءة فيما بين السطور لخطاب الفصل للرئيس نبي بره الذي قام بره بالاحتفال بالذكرى الأربع والأربعين لتغييب سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر وأخويه أعادم الله إلى أرض الوطن شكرا جزيلا لكم شكرا لك كل ما يقولوا خلص الموج بيفجؤن البحر بموج عالي موج من الأوفية للخط والنهج موج من الناس الناس اللي قالوا كلمتهم مبارح وبيقولوها كل يوم بيحتاج فيه الوطن ليسمع الصوت صوت الناس عالي أصواتهم صوت موسى الصدر بيتردد بوديان الوطن من عين البنية لخلدة لجنتا كل مرة بيرتد الصوت بيكتروا من ناس وبتزيد الانتصارات وبيكبر الأمل ببكرة أعاد الله سماحة إمام الوطن المغيب السيد موسى الصدر ورفيقي دمتم بأمان الله تصبحون على خير موسيقى